بص يا جماعة انا معايا نمبر وان في المنطقة كلها. اهو رئيس الاتحادية للتراتيه السيد ياسين جوري. حبيب قلبي الرجل اللي انا بتشرف به جدا جدا. انت تخيلش السعادة اللي انا فيها ان انت حققته حاجة رائع جدا. ومازال لسه النهاردة كمان ممكن نشوف حاجة رائع جدا. قولي كلمة كده سريعة عن يعني انتبعاتك وفرحان اديه في اللي حصل. والله حبيبي انا قلتها لك انا قلت كلامي معاك في المكتب انه. ايوه صح. على رغم قوة المنافسين قلت لك انا حنقول الكلمة في وهران. بالضبط. وانا كنا عندلك على قدر المستوى والكلمة التعناق وقلنا كلمة في وهران. وتعتبر نزيد لك معلومة. اه. هدي اول مرة بلد يعملها في الكاراتيه اربع ميداليات ذهبية وننتظر الخامسة ان شاء الله. ان شاء الله وفي فضلية كمان. ولا فضلية ولا واحد عاملها. عدنا ستة. ستة فاينال. ستة فاينال. ونطمح الاكبر. اه كان كان صراعنا مع الزمن. كان صراعنا مع زمن التحديرات. من سبب جاءة كورونا. لو كان عندنا وقت كلها تسحنا عشرة ان شاء الله. انا متأكد ان لو في كفاءات كتيرة زي حضرتك كده. والله العظيم. الرياضة في كل العرب كمان مش بس في الجزائر. شوف. الجزائر. الجزائر. انا رأيك معلومة. الجزائر غنية بشاببها. صح. بكفاءتها. صح. الجزائر عطت رسالة قوية وكل شفتوها في الحفل افتتاح حفل تاريخي. لاني انا شفت عدة تحفلات البحر عبد المتوسط. بتوجدي كلاعب وكمدرب. صح. والان كامسئول انه الحفل كان في وهران يبقى الاجمل في تاريخ العبد المتوسط. صح. صح. وتبقى وهران راسخة في نهون كل العالم. وخاصة في الانتاء والمصريين. الله يحب طبع طبع. انا متوقف معك. مسعيد جدا. تعال تعال. تعال. انا صاحب الانجاز. تعال. 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 فاكرين من. ده مليون واحد شافه الراجل ده اتنجدي. شوف 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 شوف. بص ده من يقرأ. اوه. اسمعني الراجل ده اخوي. لم تريده امي من مصر. عز الرجال. عز الرجال. هذا صاحب الفضل في الانجاز. حبيبي عبد المحمد رجال مدرب. مسؤول الفني للمنتخب. عارز. ده لي عاملها. وقال لي حيعملها وعملها. انا حارف انك راه انت عليه. صح؟ لا انا احنا 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 دايما لما نظرتنا اتبتنا انه نظرتنا كانت صحيحة وكنا على حق. الحمد لله. مليون مبروك ليك. مليون مبروك. الرجل المصري ده خلالنا. اه. 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 ضفلنا كده حاجة عكيفية للموضوع. ده. 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 يبقى زهر الجزائي. طبعا. 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 مداد دواق. موصول جدا لك من التدريجات العزر. تحسب للاتحاد وتحسب لك كمان. طبعا. طبعا. مليون مبروك ولسه. لسه كمان. واحد فرح معانا بالخمسة يا شاعة. طبعا. طبعا. يا شاعة. يا شاعة. يا شاعة. يا شاعة. يا شاعة. مش عايز اقول لكم على الفرحة الغير طبيعية اللي انا فيه هنا. الرجل ياسين جوري رئيس الاتحادية. رجل متواضع جدا. رجل يعني في منتهج جمال قبل البطولة قال لي. عملت معالقة. قال لي احنا عارفين ان الكرة في الكاراتيه متفوق في كل حتة. وان مصر متفوقة في الكاراتيه. لكن هيكون لنا كلمة. وبالفعل آآ وصل يا جماعة ست مهايات. اول مرة في تاريخ اي اي دولة تعمل كده ان هما يوصلوا ست مهايات. واول مرة في تاريخ اي دولة تحقق اربعة دهب مرة واحدة في منافسة واحدة بتاعت الكاراتيه. لاول مرة في التاريخ في تاريخ المنافسات. فالراجل ده الراجل عبقاري فكري يا جماعة رائع جدا جدا. وهو ده اللي احنا نستنيين وبعد كده ان الناس الكفاءات هي اللي تبقى موجودة بغض النظر عمره ايه? ومليون مبروك كمان اللي عز الرجال محمد عز الرجال المدرب بتاعنا المصري اللي ساهم وشارك في الانجاز الكبير ده. وان شاء الله النهاردة دلوقتي خليكم معنا هتشوفوا لقطات رائعة جدا عن افتتاح او النهائي بتاع فريال والنهائي كمان للكاراتيه. ان شاء الله نشوف خمسة دهب رقم خمسة ان شاء الله للجزائر دلوقتي. استنونا واوقعوا واوقعوا. روحوا في اي حد.